إن كنت مغلوباً من خطيئة معينة فلا تيأس من انغلابك وإن كنت غير قادر على التوبة الله قادر أن يعطيك التوبة بس إنت تسلب نفسك ليه وتقول له توبني يا رب فأتوب وإن كنت مش قادر تشتغل وتعمل أي عمل روحي افتكل قول الرسول الله هو العامل فيكم أن تريده وأن تعمله لأجل المساكل يعني أنت إن ما استطعتش تنفذ وصايا قولي يا رب اعتبرني ضمن الجدء والعرب والعمل والناس اللي فأزقة للطريق الروحي ودخلني إلى ملكوته الخروف الضال ما قدرش يرجعه لكن ربنا رحله ورجعه والدرهم المفقود ما قدرش يرجع إلى كيس صاحبته وإنما بحث عنه فربنا بيبحث ويسعى وراء الفقاه لردهم يعني الدار مش هيجي الوحده لكن ربنا هيطلبه والمطروض مش هيجي الوحده لكن ربنا هيسترده لأن ربنا سعى لأخذ ناس ما عملوش حاجة يعني فيه واحد بجملة واحدة خدمها لكوه العشار خرج مبررة لأنه قال رحمني يا رب في إني خاطئ واللس اليمين أخذ واحدة بدخول الفردوس بمجرد كلمة وفي ناس لا بكلمة ولا بجملة إنما بمجرد البكرة المرأة الخاطئة اللي غسلت قدمي المسيح بدموعها ومسحتهما بشعر رأسها لم تعترف بأي خطية والمسيح قال لها مخفولة ليك الخطأ ياك ليه؟ لأنها أحبت كثيرا فربنا بينظر للقلب فإذا وجد قلبك تائب مستعدة أن يغفر ليك والمقبوطة في ذات الفعل إيه اللي عملته؟ قال حكا مبرت كانت فيه زل والسامرية إيه اللي عملته؟ قال حكا ولهازر المسكين إيه اللي عملوا بك فأنت تصلي وتقوله إلى متى يا رب تنساني إلى الانقضاء قال ابن الإنسان جاء يطلق ويخلص ما قد هلك ما قدش جاء يخلص من سقط ولا من أخطأ قال من هلك فدي حاجة تعطي الرجاء للناس إن ربنا بيسعى إلينا وبيقول ما جئت لأدعو أبراداً بل خطاطاً إلى الدولة شكرا